تستمر محاولات الاحتلال لفرض واقع جديد يعتم الوجود الفلسطينية في الأغوار أساسه تقلص المساحات الزراعية والرعوية أمام أبناء شعبنا حيث تواصل عصابات المستوطنين منذ أشهر عمليات تسييج مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في منطقة عين الحلوى في الأغوار الشمالية أراضي طاب ومملوكة للفلسطينيين والأهالي طباس تم تسييجها وتم السيطرة عليها من قبل المستوطنين يوميا بدخلوا المستوطنين في أغنام اللي هم متعين البوارة الاستطانية بحاولوا يروعوا السكان وبحاولوا يعملوا احتكاك مع السكان ويعتدوا عليهم وبجيبوا الجيش والشرطة اللي بيعمل المنطقة العسكرية وبيخل السكان منها لصالح المستوطنين اللي متواجدين فيها على مدار الأيام والأشهر باتت مئات العائلات في التجمعات السكانية المنتشرة بالأغوار الشمالية محاصرة داخل مساكنها بعد إغلاق المناطق الرعوية وتسييجها والسيطرة على عين الحلوة المصدر الوحيد الذي يروي المواشي عدا عن الاعتداءات عليهم بالضرب ومداهمة خيامهم بين الفينة والأخرى المستوطنين منذ سنوات المستوطن المقامي اللي هي مستوطنة موسكيوت على أراضي عين الحلوة طبعا سيطرت على كل الأراضي المجاورة لعين الحلوة وحتى نبع المياه تم السيطرة عليه وتم إنشاء متنزح وملاهي للمستوطنين للمستوطن الموجود والمستوطنات المجاورة لها يوميا تواجد المستوطنين هناك باعتدوا على السكان برهبوا السكان بحاولوا يمنعوا الناس من الوصول لمصدر المي وتم تسييجها في الفترة الأخيرة وتم وضع كاميرات مراكبة على هذه المنطقة وأولا أي حدا بيقدر يصل حتى الأغنام والأبكار ما بتقدر تصل لمصدر المي الموجود تكثيف الممارسات الاستيطانية بهذا الشكل المتسارع يعكس مضي حكومات الاحتلال المتعاقبة وسعيها الدأوبة مع مستوطنيها لتنفيذ مخططات ضم الأغوار وتسريع شرعانة الاستيطان وتهويد الأرض من الأغوار الشمالية مي المصري تلفزيون فلسطين